أهلا بكم أعزائي المتابعين معاكم الدكتور تامر اتكلمنا في فيديو قبل كده عن أسباب ألم البطن بشكل إجمالي بعد كده ابتدينا نتكلم عن الأسباب دي بالتفصيل فعملنا فيديو قبل كده عن إزاي تعرف التهاب الزائدة الدودية ودلوقتي هنتكلم عن أكيوت بنكرياطايتس أو التهاب البنكرياس الحاد إزاي تعرفه وإزاي تتعامل معاه كأحد أسباب ألم البطن اللي ممكن تشوفه في الاستقبال البنكرياس ده عضو في جسمنا يعتبر غدة موجود في أعلى البطن ناحية وراء شوية ليه وظفتين مهمين أنه بيفرز إنسولين عشان يزبط طبعا مستويات السكر والوظيفة التانية أنه بيفرز عصارة أو إنزيمات هاضمة مهمة جدا للهضم وممكن البنكرياس ده يحصل فيه التهاب لأسباب كتير جدا لكن أشهر ثلاث أسباب أنت هتشوفهم رقم واحد هو الجول بلدر أو البلاري سيستيم ستونز حصوات المرارة والقنوات المرارية الشخص يبقى عنده حصوات في المرارة لو كان حجمها صغير فده أخطر من اللي حجمها كبير لأن اللي حجمها صغير ممكن يتحرج ويمشي في القناة بتاعة الكومن بايد باك وتخرج تسد المنطقة اللي هي سفينكتراف اودي وبالتالي تسد القناة بتاعة البنكرياس وبالبنكرياس يحصل فيه التهاب بسبب هذه الحصوة السبب التاني الناس اللي بتشرب كحليات لفترات طويلة الكحليات بتعمل للركود في العصارة الهاضمة بتاعة البنكرياس وممكن تسبب التهاب البنكرياس السبب التالت هو أنون مش عارفين هو إيه بالزبط وده بيمثل حوالي من 10 ل 30% من حالات الأكيوت بنكرياتيتس دول كانوا أهم ثلاث أسباب لالتهاب البنكرياس الحال لكن في أسباب تانية أقل حدوثا زي مثلا بعد ما واحد عمل الـ ERCB اللي هو منظر القنوات المرارية زي التروما واحد خط خبطة في بطنه عربية خبطته أو واحد ضربه بسكينة بعض الأدوية اللي قدامك دي ممكن تعمل أكيوت بنكرياتيتس بس ده رير شوية وفي أسباب نادرة الحدوث زي مثلا الانفكشن سواء كان بكتيريار أو فيرال أو غيرها أو الهايبر كالسيميا ارتفاع الكالسيم في الدم أو الهيريديتاري بنكرياتيتس فيه نوع وراسي أو الجينات بتلعب دور في البنكرياتيتس أو التيومرز لو فيه أورام أو الكونجينيتال أنوماليز لو فيه عيوب خلقية في البنكرياس أو الهايبر كريجلس راديميا اللي هي الدهون السلاسية عالية جدا أكتر من ألف كمان بعض السموم زي الأورجانوفوسفلس إنسيكت سايدز اللي هو اللي بيرشوا بيه المحاصيل كمان أفطر أبدومنال سيرجري بعد جراحة في البطن مثلا ممكن يحصل كمان الأوتواميون بنكرياتيتس ممكن يحصل لكن أهم ثلاث أسباب اللي احنا قلنا عليهم في البداية حصوات المرارة والجهاز المراري شرب الكحليات لفترات طويلة والإيديوباثيك اللي هو مش عارفين سببه بالزبط التهاب البنكرياس ممكن يعمل مضاعفات خطيرة وممكن يعدي بدون مشاكل المضاعفات اللي ممكن يعملها زي أنه ممكن يعمل أكيوت في لويت كوليكشن يعمل تجمع في السوائل داخل البطن ممكن يعمل أكيوت سودو السيست يعني سوائل تتجمع ويتكون حواليها زي غلاف أو غشاء ده غالبا بيتكون فربع أسابيع وغالبا العلاق بتاعه بيبقى ميديكال عادي وبينتابعه بس إلا لو عمل مشاكل زي ما هنعرف بعد شوية في العلاق ممكن يحصل إنترا أبدومنال إنفكشن عدوى أو خراب داخل البطن ممكن يحصل بنكرياتيك نيكروزيس ممكن يحصل هيمورج أو نزيف لو في بلوت فيسل جنب البنكرياس وحصل فيه أوروجن ممكن يعمل نزيف والنزيف ده ممكن يوصل للجهاز الهضمي فالشخص ممكن يحصل له هيماتيمسيز يرجع دم أو يحصل له ميلينا البرازي يبقى لونه أسود أو يبقى فيه دم أو ممكن النزيف ده يكون ريترو بيروتونيال أو بيروتونيال هيمورج ممكن يحصل انتستاينال أبستراكشن انسداد في الأمعاء ممكن يحصل جول بلوتر أبستراكشن يعني المرارة هي كمان يحصل فيها انسداد بسبب المشكلة اللي في البنكرياس يعني هنفرض ان المرارة اصلا كانت سليمة مش هي السبب والبنكرياس حصل فيه التهابات لسبب تاني مثلا زي الكحوليات أو غيره فالتهاب البنكرياس نفسه ممكن يسد القناة بتاعة المرارة وهي كمان يحصل فيها التهاب ويحصل فيها مشكلة ممكن يحصل ريتينوباثي بس ده نادر برضه والشخص ممكن يفقد النظر سواء بشكل مؤقت أو بشكل دائم ممكن يحصل مالتي أورجن فيلير يعني فشل في وظائف أجهزة الجسم المختلفة الجهاز التنفسي ممكن يحصل أردس أكيوتر سبيراتري ديستريس سندروم ممكن يحصل أكيوترينافيلير فشل في وظائف الكيلة ممكن يحصل شوك وهكذا وظائف الجسم عموما ممكن تدهور والعيان يمور بس طبعا المضاعفات دي بتكون في الحالات الخطيرة بس لان في حالات بتبقى ميلد وما يحصلش فيها مضاعفات وتعدي بسلام العيان اللي عنده أكيوتبانكرياتايتس هيجيلك يشتكي بإيه؟ هيجيلك بيشتكي بألم في بطنه دي أهم حاجة وعشان كده احنا بنقوله من ضمن أسباب ألم البطن اللي تخلي بالك منها غالبا في المنطقة دي وغالبا بيسمع في ظهره في الباك الوجع ده غالبا بيبدأ صدن يبدأ مفاجئ وبيزيد بعد كده باستمرار وبيكون واجع ثابت بمعنى انه مش مغس مش كلك مش القلم يزيد وبعدين يرجع يريح تاني وما يبقاش في قلم ويزيد لا القلم هنا ثابت بالعكس بيزيد باستمرار فقط القلم ده ممكن يتحسن شوية بالوضع يعني العيان لما يقعد يستريح شوية العيان يميل لقدام يستريح شوية كمان القلم ده ممكن يكون معاه قيء أو غسيان وأحيانا قليلة كده يكون معاه اسهال طيب انت كدكتور هتشوف على العيان ايه بالزبط ممكن العيان يكون فيفرش عنده ارتفاع في درجة الحرارة عنده تاكيكارديا سرعة ضربات القلب ممكن يكون هايبوتينسيف يعني ضغط واطي تيجي تشوف الأبدومين بتاعته تلاقي فيها تندرنس يعني تضغط على بطنه توجعه يكون فيه ماسكولار ريجيتتي تيجي تضغط على بطنه تلاقي بيشدة عضلات بطنه عشان ما تضغطش عليها ممكن تلاقي ديستنشان تلاقي بطنه منفوخة تيجي تسمع بطنه تلاقي ديمينشت باول ساونز أو أبسنت باول ساونز ما تسمعش بحركة الأمعاء بتاعته ممكن في بعض الحالات تلاقي العيان جوندست تلاقي العيان مسفر وعني صفرة ممكن العيان يكون معاه ديزنيا عمال ينهج ممكن زي ما قولنا يكون فيه هيماتيمسيس بيرجع دم أو ميلينا البراس بتاعه فيه دم اسود العيان بتاع الأكيوت بنكيرياتايتس بيبقى بيل باهت شوية وبيبقى ديافوريتك عرقان وبيبقى قل وفيه علامات بقى ممكن تشوفها لو الحالة شديدة جدا وفيه نزف سواء ريترو بريتينيال أو بريتينيال زي مثلا علامة اسمها كولين ساين دي زرقاء أو نزف كده حوالين السرة لما تشوفوا يعرف ان الحالة دي خطيرة طبعا وكمان فيه جري تيرنر ساين بيبقى ازرقاء أو نزف أحمر أو بني في الفلانكس كمان ممكن تشوف حاجة اسمها إريثيميتس سكن ديولز بالنسبة للفحوصات اللي تعملها للعيان اللي جايلك وشاكك ان هو عنده بنكيرياتايتس التحليل الأول المشهور اللي الناس كلها لازم تعرفوا هو السيروم أميليز وليبيز وخصوصا الليبيز لأن الأميليز ممكن يكون مش سبيسيفك شوية للبنكيرياتس لكن الليبيز هو الأهم فعموما سيروم أميليز وليبيز تطلبهم للعيان هتلاقيهم عالية ولو طلع الليبيز أعلى ثلاث أضعاف اعرف ان كده دياجنوستيك يعني كده بيقولك ان دي خلاص حالة أكيوت بنكيرياتايتس لكن اعرف ان ارتفاعهم ما بيدلش على البروجنوزيس بتاع الحالة ولا ان الحالة ميلد ولا سيفير هو بس بيقولك ان فيه بنكيرياتايتس ممكن تحتاج تعمل للعيان ده ألكالين فوسفاتيز توتالبلوروبين ALT وAST تعمل له بيو ان وكيريات تعمل له جولوكوز كوليسترول تريجليس رايتس تعمل له سيرام سوديوم وبتاسيوم وكالسيوم تعمل له صورة دم كاملة اللي ممكن تلاقي فيها كرات الدم البيضة الويت بلاد سيلز عالية سواء لانفكشن او عشان الانفلميشن يعني مش شرط انفكشن تعمل له سي ار بي هتلاقيه عالي والسي ار بي بقى ممكن تقول انه كل مكان اعلى كل مدل على ان المشكلة اكبر على ان الالتهاب اكتر ومشاكله اكتر لو العيان عنده ديزنيا فانت تعمل له اي بي جي لو شاكك في حاجة نادرة الحدوث زي الاوتو اميون بنكيرياتايتس ممكن تطلب للعيان اي جي جي فور ليفل بالنسبة للامجينج او التصوير لو عملت للعيان ده اب دومينال اكس راي فده مش هيفيدك كتير غير بس لو فيه فري اب دومينال اير لو فيه بيرفريتت فيسكاس او حاجة زي كده اما التصوير الاحسن شوية اللي انت تعمله اللي هو الالترا ساوند اب دومينال الترا سونجرافي ده كويس جدا وهيقيم لك الحالة وخصوصا كمان لو المشكلة كانت في الجول بلادر او في البلاري تراكت الـ CT او الاشعة المقطعية دي حاجة جميلة جدا لكن ما بنطلبهاش كفحص مبدئي مش كل عيان جاي بقلم في بطنه نقوله روح يعمل CT احنا بنطلبه بس في حالات معينة لو الحالة شديدة جدا لو مش عارفين نوصل للتشخيص بعد ما عملنا فحوصات كتير لو انت خايف من المضاعفات بتاعة المرض فبتعمله CT ولو انت شاكك ان فيه تيومر او ورم هو السبب فبتعمل CT بالنسبة للـ MRCB والـ ERCB اللي هي الاشعة على القنوات المررية او منظر القنوات المررية والبنكرياس هو الافضل ERCB المنظر لكن الـ MRCB هي اكثر امانا لان دي حاجة non-invasive فبيديك معلومات كويسة جدا لكن لو الموضوع تطور واحتاجت الـ ERCB في الاخر هتعمله والـ ERCB لازم تعمل بحذر شديد يفضل بعد الـ acute attack دي ما تنتهي الا لو مفيش حل الا بالـ ERCB في الوقت ده لازم تعمله ممكن تحتاج image guided CT guided يعني aspiration and drainage يعني لو في مثلا collection جوا انت عايز تاخد منه عينة لو في خراج عايز تاخد منه عينة عشان تحللها وعشان تعمله مزرعة وحساسية فممكن تحتاج الحاجة دي في حاجة اسمها genetic testing لو انت خايف من حاجة اللي هي hereditary pancreatitis اللي هو الوراثي وزي ما قلتلك دي حاجة ندرة اصلا ايه هو staging بتاع العيان العيان بنقسمه لحاجة من اتنين غالبا يا اما بنقول عليه mild وده بيتحجز في الاسم الدخلي حالة بسيطة يا اما severe شديدة وبيتحجز عناية مركزة طب انت ازاي هتعرف الحالة اللي عندك دي mild ولا severe احنا بنقول ان الحالة severe لو كان معا evidence of organ failure يعني جاي معا acute renal failure جاي معا ARDS زي ما قلنا الحالة دي تبقى severe لو معا local complications يعني العيان بالفحصات لقيت عنده pseudo cyst لقيت عنده necrosis لقيت عنده abscess لا الحالة دي severe ويتحجز عناية مركزة لو ransom score بتاعه 3 او اكتر تقول لي ايه هو ransom score اقولك هو الجدول اللي قدامك ده بتشوف ال items دي كل item بياخد نقطة وتشوف العيان بتاعك خد كم نقطة لو خد 3 او اكتر تبقى الحالة دي severe ولازم يتحجز عناية مركزة وال ransom score ده في منه حاجات بتتعامل اول ما العيان يدخلك في اول ما بتحجزه وفي حاجات تانية بتتعمل في خلال 48 ساعة عشان تشوف ال progress بتاع الحالة الحالة ماشية فين يعني العيان اللي عنده acute pancreatitis هتعالجه زيه اولا ABC اي عيان طورق بقولها دايما لازم تعرف ABC الايه ال airway تشوفو هل airway بتاعه مفتوح ولا لأ بالع لسانه محتاج يتعمل له التلت chin lift ولا لأ محتاج يتيب breathing بتنفس كويس ولا لأ ولا هو arrest ومحتاج cbr c circulation تشوف الضغط بتاعه والنبض وتشوف درجة الحرارة سرعة التنفس وتقس له الجلوكوز وتركب له دي في اي عيان طوارق بعد كده العيان لو كان mild فانت بتحجزه في الاسم الدخلي والعلاج بتاعه بيبقى nothing per oral ما بيكلش ولا يشرب حاجه بالفم IV fluids analgesics او مسكنات الantibiotics هياخد مضادات حيوية ولا لأ ودي عليها كلام زي ما هقولك بعد شوية واخيرا لو في جول بلادرستون فلازم يعملها عند تحسنه وقبل ما يخرج من المستشفى عشان الموضوع ما يردش عليه مرة تانية اما لو كانت الحالة سيفير فده بيتحجز عناية مركزة وبيبقى فيه aggressive supportive care ولازم نخلي بالنا من الانفكشن ومن السوبر انفكشن اللي ممكن تحصل ولازم ندي ادوية تقليل ولازم نتعرف على ونحاول نعالجها اذا امكان وتعالوا مع بعض بقى نتكلم عن النقط دي بالراحة شوية اولا النوتوريشنال سبورت nothing per oral ما بنيديش حاجه بالفم ولو كانت الحالة ميلد فكفاية قوي عليه جولوكوس خمسة في المية يساعد شوية لان في خلال غالبا يومين العيان هيرجع ياكل تاني وبنقول امتى يرجع ياكل تاني لما يكون مفيش قلم في بطنه خلاص وما بقاش فيه ان الروكزية يعني العيان شهيته رجعت وبدأ عايز ياكل اما لو كانت الحالة سيفير فانت بتديله لحد ما يبقى هيم وديناميك لحد ما يبقى ضغطه كويس ومش شوك ده ولا حاجة ممكن ساعتها تبدأ التغذية بتاعته عن طريق نيزوجستريك تيوب او نيزوجيجنال تيوب اذا قدرنا نعمل ده وبدأ يتغذى بيه وبقى كويس تمام ما قدرناش بنتحول على total وبرضه اول العيان ما يتحسن والقلم بتاعه يروح والانوروكزية دي تمشي ويبدأ عنده شاهية ياكل فبنخليه يبدأ ياكل low fat and protein diet غزاء الدهون فيه قليلة والبروتين فيه قليلة ثانيا الفليويتز العيان ده بيحتاج كمية سوايل او كمية فليويتز كتيرة لانه بيفكت كمية كبيرة في الريترو بريتنية خصوصا في اول اربعة وعشرين ساعة العيان ده ممكن تديله لتر او اثنين كابولس بعد كده تديله كمينتنانس يعني يمشي عليه بقى على مدار اليوم من متين وخمسين لخمسمائة سنتي في الساعة ممكن تديله محلول ملح او رينجر وتحكم على حالة العيان والفليويتز في جسمه بالCVB لو هو مركب CVB في العناية مثلا او باخراج البول وتخلي بالك من تخلي بالك العيان ما يدخلش في بلموناري اديمة النقطة الثالثة اللي هي انتبيوتكس او المضادات الحيوية غالبا في الحالات البسيطة مش بنحتاج ندي مضادات حيوية وخلي بالك ان ارتفاع درجة الحرارة في الغالب بيبقى سببه الالتهاب مش العدوى يعني درجة الحرارة المرتفعة مش دليل ولا علامة انك تدي مضادات حيوية في الوقت ده لكن لو الحالة اساسا حالة سيفير شديدة وانت خايف من وجود العدوى او خايف من حدوسها او العيان عنده في الحالة دي بتدي مضادات حيوية يفضل حاجة زي الامبنم في الحالات المايلد ممكن تدي من ماتين وخمسين لخمسمية ميلي جرام اي في كل ستة ساعات في الحالات الشديدة ياما تدي خمسمية كل ستة او واحد جرام كل ثمان ساعات كمان السيفترياكزون ممكن يشتغل في الحالات دي وممكن تديه بجرعة من واحد لاثنين جرام كل اربعة وعشرين ساعة ممكن المضادات الحيوية يحتاجها من اربع لسبع ايام بالنسبة للسيبروفلوكساسين والمتروندازول لقوا ان هم مش مناسبين للحالة في الوقت ده النقطة الرابعة في العلاج اللي هي العيان ده يحتاج يدخل جراحة ولا لا الجراحة بنحتاجها لو في مشكلة اناتوميكل او في مشكلة تانية لازم نتعامل معها جراحيا زي لو موجود اكيوت نيكروتايزنج بانكرياتايتس زي لو فيه هوموراجج بانكرياتايتس العيان بينزف لازم ندخل عشان نتحكم في النزيف ده بالجراحة طبعا لو كان فيه جول بلادرستون وهي المشكلة اللي عملت البانكرياتايتس فزي ما قلنا بعد استقرار حالة المريض ممكن يدخل يعمل كوليسيستوكتوميه اما لو الحالة مش رادية تتحسن او في حصوة لسه موجودة وعملت اسسيندينج كولونجايتس في الحالة دي لازم العيان يدخل اي ار سي بي منظر القنوات المررية ونحاول نشيل الحصوة دي ونحل المشكلة وفي الوقت ده ال اي ار سي بي ضروري كمان الحل الجراحي بيبقى موجود لو فيه بانكرياتيك داكت ديسترابشن القناة بتاعة البانكرياتيك دي حصل فيها تهتك وبدأت تعمل سوايل للخارج فلازم برضو الجراحة ساعات بيركبه دعامة او حلول اخرى بقى لو فيه بانكرياتيك سودوسيست واحنا قلنا ان السودوسيست في الغالب منحتاج لهش جراحة الا اذا كان فيه مضاعفات او مشاكل يعني هو نفسه حجمه كبير اكتر من سبعة سنتي او هو ضاغط على حاجة او عضو حيوي في الجسم او حصل فيه نزف او انفكشن في الحالة دي لازم نتدخل جراحيا كمان لو فيه انفكتب بانكرياتيك نيكروزيس او لو فيه بانكرياتيك ابسيس كل الحاجات دي لازم التدخل فيها جراحيا وفي النهاية احب اشكركم ما تنساش اشترك في القناة اعمل لايك شير شكرا لحضراتكم اشتركوا في القناة